تاريخ الإزاعة المصرية فقلت له خلاص المهم يعني بعد كده بعتلي قطز في الفرسان كان عمل كبير ملحمة كبيرة جدا جدا بتحكي عن الأمة العربية ومعظم الدول العربية في أيام الغزو التتري للمنطقة للعراق وبغداد وكذا وكان عمل جميل فيه فعلا شفت الخبرة إزاي إنه واحد زي حسام الدين مصطفى بإمكانيات أقل من تعبانة أقل يعني من هزيلة ويعمل ده قلت له يعني إنت تشرفت يعني برئاسة الدورة للاثناشر في المعرجان القومي للمصرح المصري فأذكر إن أنا قلت في الكلمة إنه مصر مكانتها أحسن من اللي هي فيه وعشان نوصل للمكانة اللي إحنا عايزينها لبلدنا واللي إحنا نستهلها فعلا لازم نهتم بالثقافة والفنون وخصوصا من المرحلة الابتدائية علشان نعلم الناشر من هم صغيرين لما يكبروا حنلاقي عندنا بلد فيها كل حاجة حلوة لأنه الإنسان فيها حلو وحضرتك حلوة أولا